يمكن ما بنتقبلش كتير بس احنا بنتكلم عن اكتر لعبة شعبية والحقيقة انه مش كل الناس تعرف انه فيه ناس بتحب تقرأ كمان في الكورة يعني يمكن الناس العادية او الناس متعودة انه لا احنا بنتفرج على الكورة بس فيه ناس كمان بتحب تقرأ في الكورة فيه ناس كمان بتحب تعرف تاريخ الكورة تاريخ اللعيبة حكاياتهم ايه المدربين تفاصيلهم عايزة ابتدي معاك من الاخر للأول مش هبتدي معاك من الاول للاخر هبتدي من لندن وهبتدي من الكتاب اللي موجود دلوقتي على المستوى العالمي اللي حرتك عملته وبعدين نبتدي نتكلم بالتفصيل على باقي المواضيع يعني يمكن ده أحدث حاجة بعملها دلوقتي ومفروض مع بداية السنة ده يكون موجود من لندن إن شاء الله هو كتاب الإنجليش مع اثنين من الكتاب الكبار في إنجلترا وبيتناول فكرة الحقيقة هي هيلة يعني أنا لما كلموني يعني دانا ودكتور جويل ركود تكلموا معايا بخصوص فكرة الكتاب ده فكرة كتاب عن المدن الشغوفة بكرة القدم على مستوى العالم مش بس كلام في الكرة ولا في الفنيات ولا عن الأندية لكن كلام كمان فيه بعد اجتماعي شوية بعد تاريخي شوية إنه إزاي كرة القدم بتأثر على المدن الكبيرة على مستوى العالم يمكن كان اختيار الستاشر مدينة على مستوى العالم منهم القاهرة فقالوا أن أنا اللي أكتب الشابتر الخاص بالقاهرة ومن أفرقيا كلها كمان يعني ما فيش غير أنا والقاهرة وكازا بلانكا يعني ومدن أخرى 14 مدينة أخرى على مستوى العالم منهم مثلا في إنجلترا هتكون ليفر بول في إيطاليا هتكون روما كل مدينة لها طبع خاص على المستوى التاريخي والاجتماعي والشكل الحياة فيها وتأثير كرة القدم على شعبها على بالزبط على سكان المدن دي أيوة وإعلاقتهم بباقي المدن في بلدهم وإزاي مثلا زي في مصر كده بنقول عندنا في القاهرة الأهلي والزمالك طيب وشوارع القاهرة نفسها إعلاقتها إيه بكرة القدم فكرة التكوين الاجتماعي بتاع الناس في مصر وعلاقتهم بالكورة وتشجيعهم للكورة الأحداث اللي مرت عليهم في آخر مئة سنة مثلا في مرتبطة بكرة القدم الحاجات دي كلها الحقيقة كانت الفكرة أنه كل واحد في بلده هو اللي يكتب علشان هو اللي يكون عارف تفاصيل البعد الاجتماعي للموضوع